هو احنا هنا مفيش جهاز طبي انا مش ناسي السؤال انا هسأله لنفسنا كمان او هرد عليك لان انا سألتك انت كنت طبعا قائد للمنتخب وانا في وقت من الوقت كنت موجود ككابتن للمنتخب انا والله والله ويمين اتحسب عليه وانت حضرتك اتحطيت في المواقف دي كتير وانا اتحطيت في المواقف دي كتير وكان قابلينا الكابتن حسن انا لازم احكي مواقف عليه كتير جدا 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 كان بيلعب ودلعه مكسور كان بيلعب ودلعه مكسور كان بيلعب وعنده شرخ في رجليه مكسور ولسه حتى بالصوت فاميد وكنت شايف الفيديو كده وبيحكي بيشتم نفسه وبيغبط رجليه هلعب يا بنت هلعب 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 هو ده المسئولية انا لو كنت موجود لو لو عندي كسر في رجلية انا كنت هفضل موجود مع المنتخب والله حتى لو كان ايه لاني لاني زي ما انت بتقول انت في وقت من الوقت كابت اكيد تعرضت الاصابات هل فيه مواقف مشابهة بالنسبة لك مشابهة كده لا لكن يعني فيه مواقف كتير يعني في سنة التسعين مثلا كان عندي اصابة في الانك الرجلي في مباراة انجلترا ما بينيش شتينيك كابتن جوهري قال لي قادر ولا مش قادر قادر خدت شوية بنجو بشكل كويس بص الامور اختلفت يا احمد كتير قوي يعني الامور اختلفت عن زمان الحياة الاحترافية ممكن جدا تاخد الواحد لسكة تانية وحسابات تانية مختلفة فالامور انا بالنسبة لي اختصارا للجزئية ده ده حسابات خاطئة من محمد صلاح التوقيت غير مناسب جدا انه يرجع لبربول الامور ما بتتخذش بالمنظر دوت وانا في اعتقادي قد تكون هذه حاجة ايجابية للمنتخب بمعنى ان انت تدي حوافز للعيبة اللعيبة ما بينها وما بين بعض اه كلهم بيحبوا محمد صلاح كلنا بنحب محمد صلاح طبيرا طبيرا يعني ما فيش شكل ان احنا كلنا بنحب محمد صلاح ولكن احنا لانا ننتقد لاعب يعني انا نباحنا اقصى المدافعين عن محمد صلاح وقلت اسمك بي وعملنا هيبك بي في العالم كله من اهم ده دي العكس دي أنا وانا على قناعة باللي انا بقول طب مع السنزة انما تيجي تاني يوم وتقول اصلا اصلا لا هاجع تعالج هناك يعني اي منطق اه خلينا نتكلم في الجزئية دي لازم نحط المنطق احنا بنتكلم به اه عندنا نقد قد يكون نقد لازع شوية نقد ممكن يتطرق لحاجات كتيرة مش مقبولة للعيب ده موجود على السوشيال ميديا لكن الطبيعي جدا ان انت كلاعب موجود في المنطقة بمصر ان تقبل هذا النقد الطبيعي الطبيعي ان انت اه خلاص انت لما ما لعبتش مباراة كويس هنطلع نقول ان محمد صلاح النهار ده ما كانش كويس ده مش معنان محمد صلاح كلعيب مش اللعيب كويس يعني احنا مش هنقيم محمد صلاح محمد صلاح صحيح العالم كله عارف يقايم محمد صلاح لكن من حقنا ومن حق الجماهير لما تشوف ايا كان موجود مين في الملعب ان تنتقد احمد حسن كابتن فرق ومخسر الدنيا لو بلعب وحش هنقول احمد حسن النهار ده وحش يا جماعة مظبوط مش انتقاصا فيه كلنا عد علينا كتيرا بالظبط دي بتاخدنا شوية الجزئية ان يعني الناس اه طب ازاي بتتكلم على محمد صلاح ناس تانية تقولك اه ايه المشكلة ان التكلم على محمد صلاح بقى فيه لغة في الجزئية دي انتقد بشكل ايجابي انتقد بشكل فيه سلوكيات قويسة احنا ما بنتكلمش فني احنا ما بنتكلمش فني دلوقتي احنا بنتكلم مسئولية اه طبعا الجزئية الجزئية النهار ده خاصة بشخصية وخاصة بقيادة فريق وخاصة بكابتن فريق وخاصة بنجم افضل من افضل لعيبي على مستوى العالم من مسئولياته نحو منتخبه انا في رأيي قرار خاطئ من محمد صلاح العودة لليبربول